أهلا بكم قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إنه تم تشكيل فريق عمل بين الحكومتين الأردنية والعراقية لتدليل العقبات من أمام الاقتصاد وقطاعاتها المختلفة ومنها المقاولات والإنشاءات والصناعات الهندسية جاء ذلك خلال رعايته إطلاق أعمال المعرض الدولية الثالث عشر للبناء والإنشاءات تحت شعار الأردن والعراق شراكة وبناء بتنظيم من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لقد شكلنا فريق عمل بين الحكومة الأردنية والعراقية وأدعي أننا ذللنا معظم الصعوبات وبلغة الهندسة وضعنا أساسات مهمة وقوية لبناء هذا القطاع بشكل تكاملي بيننا إن كان في التصميم إن كان في الاستشارات إن كان في الصناعات الهندسية أو إن كان في المقاولات وبقي المرحلة القادمة وهي في ذلك نعول عليكم في بناء الأعمدة والجدران والجسور لنصل إلى صرح جميل مشترك بنته الخبرات العراقية والأردنية والمصرية أيضا في بلادنا الآن التحدي الأساسي كان أن سفارتنا في العراق موجودة في المنطقة الخضراء التي يصعب الوصول إليها ولكن كانت ولازالت الفيس تصدر بثلاثة أيام بأربعة أيام من خلال السفارة ولكن أدركنا أن هذا سيكون تحدي للعديد من المواطنين ففتحنا أولا الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الذي يمكن المواطنين العراقيين الحصول على الموافقة إلكترونية أعلن البنك المركزي الأردني إجمال التسهيلات التي تم منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الربعي منذ العام 2016 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي وبحسب بيانات البنك المركزي فقد منحت البنوك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الربع الأول من العام 2016 ما حجمه مليار و754 مليون دينار حيث تجاوزت ملياري دينار في ذات الفترة للعام 2017 لتصل في الربع الأول من 2018 ما حجمه ملياران ومئتا مليون دينار لترتفع إلى مستوى مليارين و400 مليون دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي وحول حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من إجمال التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص بلغت بحسب البيانات ما نسبته 9.3% في الربع الأول للعام 2016 لترتفع إلى 9.8% في ذات الفترة من عام 2017 لتسجل انخفاضا طفيفا مع نهاية الربع الأول للعام 2018 لتبلغ 9.9% لتعاود الارتفاع إلى نسبة 10.1% في نهاية الربع الأول للعام الحالي وحصدت الشركات المتوسطة الحجم على الحصة الكبرى من إجمال التسهيلات التي تمنحها البنوك حيث حصلت على نحو 1.2 مليون دينار في الربع الأول من العام 2016 لترتفع إلى 1.450 مليون دينار في ذات الفترة من عام 2017 لتصل إلى نحو 1.600 مليون دينار في الربع الأول للعام 2018 فيما سجلت في الربع الأول للعام الحالي 1.500.000.000 دينار أما الشركات الصغيرة الحجم منحتها البنوك تسهيلات في الربع الأول من العام 2016 ما حجمه 518 مليون دينار لتصل إلى 592 مليون دينار في ذات الفترة من 2017 لتصل إلى 647 مليون دينار في الربع الأول من 2018 فيما سجلت في الربع الأول للعام الحالي نحو 870 مليون دينار قدم البنك الدولي 200 مليون دولار لدعم خدمات الرعاية الصحية في داخل الأردن ويهدف الدعم الجديد إلى مساعدة الحكومة في الاستثمار في تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية للأردنيين من غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين في مراكز وزارة الصحة وقال البنك الدولي في بيان له اليوم إن هذا الدعم يمثل تمويلا إضافيا للمشروع الصحي الطارئ للأردن وقيمته 50 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه في حزيران من 2017 المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي قال إن الحكومة الأردنية ملتزمة باتخاذ إجراءات وفاء بالتزامها بتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتنمية رأس المال البشري لصالح جميع الفئات السكانية طالبت غرفة تجارة عمان تأجيل العمل بنظام تنظيم شؤون الفوتر والرقاب عليها رقم 34 لسنة 2019 حتى مطلع العام المقبل بدلا من موعده المحدد في الأول من شهر تموز وأرجعت الغرفة طلبها إلى الأعباء الكبيرة التي سيسببها نظام الفوتر في هذه المرحلة على كاهل الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية خاصة أن معظمها ليس لديها القدرة والجاهزية الفنية والإدارية لتطبيقه واقترحت الغرفة في بيانها تأجيل تطبيق العقوبات الواردة في المادة 66 من قانون ضريبة الدخل النافذ حتى نهاية العام في حال تعذر تأجيل العمل بنظام الفوتر لأسباب قانونية أو فنية حتى يتسنى لجميع الشركات والمؤسسات تحضير أنظمتها لإصدار الفوتير بموجب نظام الفوتر الأسواق الحالية أسواق التجارية هناك إلى حد ما ركود يعني بدنا نزيد من التعقيدات أمام التاجر لذلك طلبنا التأجيل لفترة قادمة نستطيع سويا القطاع العام والقطاع الخاص مع ضريبة الدخل والمبعات نتوصل لحلول سليمة وجذرية من أجل إيجادها بدون ما يكون هناك جاهزية من النواحي الفنية راح يكون صعوبة بالتطبيق اللي بيراح ينعكس عليه من المخالفات حسب النظام الموجود من حاول قدر الإمكان أنه ما يتعرض التجار إلى المزيد من العقوبات الغير مقصودة حتى لا يقع بالخطأ الغير مقصود فيها غرامات وفيها سجن وفيها أمور كثيرة لذلك لا بد من التريث لوقت آخر حتى نتمكن من تطبيق هذا النظام